مرحبا وأهلا فيكم اليوم كان في تناقل تصريحات صدرت عن إدارة الهجرة التركية حول اللاجئين ومن ضمنهم طبعا اللاجئين السوريين ترحيل اللاجئين إلى بلادهم اللي بيقوموا بمخالفات قانون وتعريمات اللجوء في تركيا رح نتحدث بهذا الموضوع نشوف مين هن أو شو هي المخالفات بتتعرض أصحابه يعني إلى الترحيل بحسب الأولوية والأهمية ولكن بدنا نحكي أول شيء بالإطار العام أنا حكيت طبعا بتجيل سابق عن مصير السوريين في تركيا ورح أقول أحكي باختصار لازم نفهم قضية مهمة يعني بغض النظر عجبتنا ولا ما عجبتنا تركيا ما رح تحتفظ بالأربعة مليون لاجئ تقريبا الموجودين على أراضيها إلى الأبات يعني هذا موضوع أكيد وما رح تعطي جنسية للأربعة مليون اللاجئ لحتى يصيروا مواطنين أتراك إذا مراقب نسب التجنيس اللي صارت خلال السنوات الماضية ممكن نقول يعني ممكن نقدر أنه رح يكون السوريين اللي بيحصلوا على الجنسية التركية عدد محدود جدا بالنسبة لعدد اللاجئين وأنا بتقديري ما رح يتجاوز الخمسة بالمئة بالنسبة للتصريحات اللي صدرت اليوم أو مبارح بالأحرى هي مانا شي جديد هي قرارات ويعني موجودة سابقا ولكن في تجديد على تنفيذها بالفترة الحالية والتصريحات من إدارة الهجرة هي للتأكيد على تجديد هذه الإجراءات بناء على القرارات السابقة من أول شريحة معرضة خلينا نقول للترحيل أن أي أعمال أي شخص يقوم بأعمال مرتبطة بالجماعات الإرهابية ولازم نفهم أن جماعات الإرهابية بناء على اللوائح التركية اللي ضمنها طبعا لإضافة إلى داعش وأخواتها من ضمنها هي حزب العمل الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري وليس بالضرورة أنه يكون واحد يعني حامل السلاح أو يعني مشارك في تنظيم هذه الأحزاب أو يكون واحد من جماعات أي عمل يتصل يعني ممكن يكون سائق سيارة أجراء ينقل عناصر من هذه التنظيمات ممكن يكون ينقل مواد لصالحة بشكل أو بآخر أموال فإذن أي أعمال تتصل بهذه الجماعات صاحبة معرض للترحيل الفوري الشريحة الثانية وهي الأكبر والأهم برأيه هو أي شخص من السوريين لاجئ يعمل بدون إذن عمل وأنا بحسب معلوماتي هذه الشريحة كبيرة كثير ولا يمكن للسوري حقيقة يعني هذا الشرط الحقيقة كثير صعب ويمكن يكون تعجيزي أنه يعود بدون عمل ما يعني أبدا يكون كفاية أي مساعدات بتلقاها إذا فيه مساعدات أصلا وهو مضطر ليعمل لحتى يعيش في تركيا وبالتالي عمله بدون الحصول على إذن عمل رح يعرضه أيضا للترحيل مع الأسف فهذا الموضوع كمان لازم نكون كتير من تبهين عليه للسوريين الموجودين في تركيا الشريحة البعضة ممكن نقول اللي عبي يسافر بين المدن بدون إذن سفر لازم نفهم أنه السوريين الموجودين بناء على قانون الحماية ليسافروا ينتقلوا من منطقة لمنطقة لازم يحصلوا على إذن عمل إذن سفر عفوا وهذا الإذن له شروط محددة وإلو حالات محددة في بعض السوريين وبعض الشبكات النقل يلي بتقوم بنقر السوريين بطرق تهريب خلينا نقول بدون الحصول على هذا الإذن فهي العملية بعد اليوم خطيرة يلي فرق بين الماضي واليوم حسب فهمي للموضوع حسب ما أرى من تطور الأحداث هو أنه عامل المرونة في ضبط المخالفات وتطبيق القرارات رح يكون يعني صفر ما رح يكون في أي مرونة عند ضبط مثل هذه المخالفات وسيتم تطبيق القرارات الترحيل بشكل حازم وفوري هذا هو الفرق اليوم فإذن رح أرجع عيد يلي هنه أي جماعات يعني هدون الأهم طبعا أي جماعات قبل ما أنتقل للبند الأخير مرتبطين بأعمال تتصل بالجماعات الإرهابية يلي بيشتغل بدون إذن عمل ويلي بيسافر بدون إذن سفر وآخر شيء يعني مجموعة الجرائم والمخالفات يلي أصحاب الجرائم والمخالفات بيسويات متعددة وهي كمان مهمة وواسعة لأن أي إشكال ممكن يصير اليوم والجو العام والبيئة العامة في تركيا حقيقة يعني تحولت ما ظلت ودية تجاه السوريين فأي عملية استفزاز أي إشكال أي عملية شجار ما نعرف شو ينتج عنه كيف تتصنف قضائيا أي مقاومة أو جدال مع قوات يعني الحكومية الشرطة وخلافه وممكن يعني أنا ما بستبعد أنه تم استفزاز السوري قصدا يعني لحتى يقوم بأفعال تصنف ضمن إيطال مقاومة السلطات أو في جمهور معين من الأتراك يقوموا باستفزاز السوريين لا يصير في شجار بيناتهم لحتى يتم ترحيلهم فإذا هذا الموضوع أيضا مهم ويجب أن ننتبه إليه بشكل كبير وبالتالي يعني من لاحظ طبعا هدون أهم البنود يلي أنا برأيي بالطال كثير من السوريين الموجودين يجب أن ننتبه كثيرا في تركيا إلى عدم المخالفة فيما تقدم يعني هذا الموضوع مهم ونكون حريصين الوضع اليوم غير الوضع مبارح هذا الموضوع يعني واضح ورح تتعقد الأمور كل ما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية رح يتم مع الأسف استخدام هذا الموضوع سياسيا ولعلمكم من الطرفين يعني صحيح في طرف يجاهر بعداءه للاجئين وبرغبته بإعادتهم ولكن الطرف الآخر في حال تغير والمزاج التركي الرأي العام وتغير لا يمكن أن يعني يكون خطابه في عكس المزاج التركي وخاصة أنه بيده السلطة وأيضا سيتم استخدام هذه السلطة اليوم لكسب ود وأصوات الناخبين يعني نحن لازم نكون واقعيين ونفكر بشكل واقعي بعيد عن العواطف ونفهم تماما أنه كل طرف من الأطراف في تركيا اليوم رح يشتغل لتحقيق مصالحه أولا وبموضوع الانتخابات يعني موضوع حساس جدا يا آتل يا مأتول ما فيه يعني مزح ما رح يراعوا السوريين على حساب الأتراك هاي نقطة لازم نفهمها تماما ونعمل على أساسها طيب هل السوريين شو بيعملوا بحالهم معناها يعني شو توصياتنا للسوريين في تركيا يتجنبوا قدر الإمكان الاحتكاك مع الأتراك يحاولوا يتجنبوا الاستفزاز ويضبطوا أعصابهم بكل الوسائل الممكنة لأن لازم يفهموا أي شجار أو أي مشكلة رح يدخلوا فيها رح يكونوا هن الطرف الأضعف ويمكن يعرضوا حالهم للترحيل يحاولوا يكونوا وضعوا نظامي بشكل أو بآخر يلي قادر يحصل على أذن عمل يقدم لا يحصل على أذن عمل بأي طريقة ممكنة ويكونوا حذيرين جدا في حال ما كان معهم أذن عمل لحتى ما يتم ضبطهم لأن عملية ضبطهم أنا أكد لكم أنه فيه تشديد كبير على هذا الموضوع بالفترة القادمة هاي على المدى المنظور على المدى البعيد مع الأسف لازم ناخد الإطار العام يلي حكيناه ببداية التسجيل ونأكد أنه يعرف أنه ما رح يكون حياته دائمة في هذا البلد لازم يفكر بخيار بديل إن كان العودة أو غير العودة يعني أنا بغض النظر عن بعرف هذا الكلام مزعج ومؤلم للكثيرين ولكن هذا الواقع أنا ما فيني يعني يسوف وسوي البحر طحيني هذا الواقع وهذا الشايفه أمامي هي سياسة دولة تركية بغض النظر على فكرة ممن سيفوز في الانتخابات القادمة وحتى هي سياسة دولية إذا بتكون سياسة دولية وفي كتير من الدول رح يستغلوا تصريحات النظام وتصريحات روسيا وضماناتها بأن الأوضاع آمنة والأوضاع جيدة وأنه سوريا تفتح يعني أبوابها لعودة اللاجئين هنه بيعرفوا أنه هذا الكلام كذب وأنه بيعرفوا أنه الدولة السورية بين قوسين والحكومة السورية غير قادرة على يعني أن تقوم بواجبة تجاه من هو موجود أصلا في سوريا فكيف يمكن أن تتحمل ملايين اللاجئين العائدين ولكن رح يستغلوا تستغل هذه الدول هذه الخطابات وهذه التصريحات لكي تتخلص من اللاجئين الموجودين على أراضيها مع الأسف هذا كل شيء بدي أقوله اليوم عن الموضوع شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء